مفاجأة جديدة زيادات ممكنة في رواتب مستخدمي هذا القطع بخمسة ملايين السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا قبل بدء الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد إذن تبقى مرهونة بمراجعة النظام التعويدي نقابات تؤكد زيادات ممكنة في رواتب مستخدمي التربية بخمسة ملايين وضحت نقابات التربية المستقلة بأن رواتب مستخدمي قطاع التربية لن تعرف ارتفاعا إلا بمراجعة النظام التعويدي مراجعة شاملة وذلك عن طريق الرفع في المنح القديمة والعمل على استحداث منح جديدة تكون خاصة بقطاع التربية الوطنية لوحده فيما أكدت أن تحيين العلاوات سيساهم لا محالة في إمكانية تحقيق زيادات معتبرة في الأجور قد تصل إلى خمسون ألف دينار وهذا لفائدة الموظف في نهاية الخدمة شريطة مراجعة القدرات المالية للخزينة العمومية وعقب استفادته من زيادات في الرواتب والتي أدرجت عبر قانون المالية لسنة 2023 ينتظر مستخدم قطاع التربية الوطنية والذين فاق عددهم أكثر من 800 ألف مستخدم زيادات أخرى في الأجور والتي من المتوقع أن تكون معتبرة في حال أقدمت السلطات العمومية على مراجعة النظام التعويضي مراجعة شاملة ودقيقة وهذا من خلال الرفع في المنح القديمة وتحينها بشكل يساهم في تحسين القدرة الشرائية إلى جانب السعي لإيجاد علوات جديدة تكون خاصة بقطاع التربية الوطنية لوحده وليس بالوظيف العمومي وللحديث أكثر عن مراجعة النظام التعويضي الورقة الرابحة لتحسين الأجور في موضوع جدد بجمعة شيهوب رئيس المنظمة الجزائرية لأساسي تربية في تصريح للشروق مطالبة السلطات العمومية بفتح النقاش حول ملف النظام التعويضي مثل ما وعد به عبد الحاكيم بالعبد وزير التربية الوطنية قبل سنة على اعتبار أنه بمثابة الورقة الوحيدة التي من شأنها المساهمة في تحسين الرواتب كما أشار من جهة أخرى المسؤول الأول عن نقابة مجال إلى أن الحصول على زيادات معتبرة في أجور المستخدمين عموما والأساتذة بشكل خاص لن يأتي إلا عن تريق التزام السلطة الوصية باستحداث منح جديدة وهذا مع ضرورة إخضاع المنح القديمة للتتمين على غرار المنحة البيداغوجية ومنحة التوثيق التربوي وذلك بغية استدراك ما يمكن استدراكه من الانهيار المخيف للقدرة الشرائية والتصدي لارتفاع جنوني للمواد الأساسية في السوق والذي دام أكثر من سنة وفي نفس الإطار تسأل رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية عن التأخر الغير المبرر الذي لزم الإفراج عن القانون الأساسي الجديد الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة خاصة في الوقت الذي تنتظر فئة كبيرة من الأساتذة عموما وأساتذة مرحلة تعليم الابتداء عفوا بصفة خاصة وبفارغ الصبر الإفراج عن المكاسب الجديدة والتي سترسم ضمن المرسوم التنفيذي الجديد والتي ستساهم في إحداث تغيير كبير في مسارهم المهني بدءا بتخفيف الضغط عليهم وجعلهم يمارسون مهامهم الأساتذية في أريحية تامة وهذا بعد دخول قرار إعفائهم من ممارسة المهام الغير بيداغوجية حيزة التنفيذ كما أيضا أن تحرير القانون الأساسي سيتيح استفادة هؤلاء من إعادة التصنيف وفق معايير عادلة فضلا على ضبط مهام مشرف طربية بالتعليم الابتدائي أو ما يصطلح عليها المختص الطربوي وهي رتبة مستحدثة لتفادي استضام بوضعيات عالقة بالمدارس على اعتبار أن هذه الفئة قد استفادت من الإدماج منذ أكثر من ستة أشهر وبشرت مهامها بشكل عادي غير أنها تصر على رفض القيام بالمهام الغير بيداغوجية بحجة عدم وجود سند قانوني أو وثيقة رسمية تحدد مهامها بدقة وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار معاناة الأساتذة الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بتأدية أعمال ليست من اختصاصهم وهذا في ظل الغموض الذي لا زال يقتنف القانون الأساسي الجديد على حد تعبيره وفي آخر جزء من الفيديو سنتحدث عن استحداث منحة الوفاء لتحفيز المردود الأدائي للأساتذة حيث يقول سادق زيري رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح للشرق بأن أجور مستخدمي قطاع التربية الوطنية عموما والمربين على وجه الخصوص لن تعرف ارتفاعا إلا بمراجعة ملف النظام التعويضي وإعادة فتح النقاش حوله بشكل معمق وجد وهو الأمر الذي لا يأتي إلا عن طريق التحسين في المنح القديم حيث يقترح أن الرفع في منحة الأداء والمعالجة البيداغوجية والمعروفة باسم منحة 15% إلى 60% على الأقل خاصة وأنها لم تتغير منذ 11 سنة كاملة إلى جانب تحيين منحة المسؤولية والتي تمنح حاليا لفئة مديري المؤسسات التربوية فقط والعمل أيضا على توسيعها لتشمل كافة موظفي التأثير الإداري على غرار مشرفي التربية وجعلها بقيمة محفزة ومشجعة ويرافع المسؤول الأول عن نقابة لومبار لأجل استحداث منح جديدة على غرار منحة الوفاء للتدريس إذ اقترح أهمية إعطائها لكافة الأساتد بدون استثناء وذلك أثناء ممارستهم للمهنة والتي يجب أن تكون محفزة ومشجعة وأن لا تقل عن 50% من الأجر الرئيسي وهذا كوفاء للتدريس لتتحسب بذلك بناء على الأقدمية والسنوات الخبرة المهنية المكتسبة على أن تسقط بصفة آلية من رواتبهم في حال استفادتهم من الترقية إلى رسبة مدير مؤسسة تربوي أو مفتش لأنه في هذه الحالة سيستفيدون من منحة المسؤولين حيث أكد أيضا بإيجاد منحة السكن وصرفها لكافة المستخدمين كمساهمة مالية لكي يتسنى لهم استئجار مساكن في حال إثباتهم بأنهم مستأجرون ولم يستفيدوا من سكانات وظيفية على اعتبار أن العلوات التي يتلقاها مستخدمي كتحفيز عن أعماله التي يقوم بها تساهم في رفع المردود الآداء له كما أكد أنه في حال أخذت السلطة الوصية بالمقترحات والتصويت المرفوعة من قبل هيئته حولها والتزمت بضبط مؤشر المعيشة عن طريق استحداث المرصد الوطني للقدرة الشرائية فإنه من المتوقع جدا أن تكون هناك زيادات معتبرة في الرواتب حيث يحصل الموظف المبتدئ في الدرجة السفر على زيادات قد تصل إلى 15 ألف دينار في حين سيستفيد الموظف المتوسط المصنف في الدرجة السادسة من زيادة تتراوح بين 25 ألف و 35 ألف دينار على أن يكتسب المستخدم في الدرجة أثنى عشرة في نهاية الخدمة زيادة في راتب أدنى 40 ألف دينار وأعلى 50 ألف دينار إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب